أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر أن بعثته تجري اتصالات مع مسؤولين أمنيين في طرابلس للوصول إلى اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بالعمل من العاصمة طرابلس وقال كوبلر أن توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات لكنه أيضا يشكل بداية العمل الجاد والتركيز على كيفية جلب الحكومة إلى طرابلس وقد تواصل الترحيب بالاتفاق الذي وقعه الليبيون برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات حيث رحب بابا الفاتيكان فرانسيس بالاتفاق الذي أبرم قبل يوم لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا واعتبر أنه يشكل مع قرار مجلس الأمن بشأن سوريا بارقة أمل لتحقيق السلام في هذين البلدين في المقابل واستمرارا للجدل في الداخل اعتبرت دار الإفتاء الليبية على سلطة دينية في البلاد أن توقيع ليبيين لاتفاق الأمم المتحدة في المغرب أمر غير معتد به شرعا وقال مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء أن الموقعين على وثيقة السخيرات لا يملكون ولاية شرعية وليسوا مخولين بالتوقيع وأن من حضر من غير أعضاء المؤتمر والبرلمان ليست لهم ولاية أصلا وهم لا يمثلون أحدا شرعا ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الباصط بن هامل سيد عبد الباصط إذن كما قال كوبلر هي نهاية المحادثات السياسية بداية لمهمة أصعب وهي التطبيق الآن ردود الأفعال متباينة من الداخل والخارج في الأغلب الخارج يرحب في الداخل هناك كما قرأنا قبل قليل حتى لدي بيانات من طرابلس من أهالي طرابلس من أحزاب أخرى ترحب وأخرى ترفض لو بدأنا من نقطة نقل الحكومة إلى طرابلس برأيك هل هذا أمر واقع يمكن تحقيقه فعلا خصوصا وأن كوبلر بدأ هذه المفاوضات حاليا هو أولا بسم الله طرابلس شيء آخر يعني خارج دائرة السياسة الاتفاقات اللي وقعت في الصخيرات أو حتى في جولات الحوار الماضية التي كانت في تونس أو كانت في جينيف أو حتى في غدامس الأولى التي تحدثنا عن كانت الأولى منها لانطلاق يعني المشكلة أن العاصمة تعاني من سيطرة ميليشيات مسلحة خاضعة لأجندات أخرى هي الجماعة الليبية المقاتلة الآن نحن نتحدث من خلال شاشة سكاي نيوز هناك حالة نفير ما بين القوة الخاصة التابعة لحكومة الإنقاذ هذا يدل على شيء مهم جدا أن هذه القوة الميليشيوية لا تريد تسليم العاصمة إلى الحكومة القادمة إذن البعتة الدولية فشلت فشل ذريع في حوارها مع الميليشيات قلنا لهم في السابق أن حوارهم مع الميليشيات هو حوار لن يجدي أبدا الحوار يكون مع المؤسسة العسكرية القادرة على حماية الحكومة المقبلة كل الليبيين مع الحكومة يبحث عن طوق نجاة لكن هؤلاء هم جزء من المشكلة ومن كان مشكلة لا يمكن أن يكون هو جزء من الحل في داخل العاصمة نحن نريد تأمين العاصمة حقيقي وفعلي على الأرض يعني على مدى ثلاث أيام ومن بعد التوقيع كل البيانات التي خرجت من القوة المسيطرة على العاصمة هي رافضة شكلا ومضمونا إذن أين ستكون الحكومة المقبلة؟ أو غدا سيكون الليلة أو غدا صباحا سيكون اجتماع لمجلسة بئاسة هنا مجلس حكماء وأعيان طرابلس لا أدري ربما مدى تمثيله لطرابلس أصدر بيانا يرفض في ما حدث في الصخيرات وينتقده بشكل كبير هناك أكثر من بيان بهذا الاتجاه من داخل طرابلس كما ذكرت هؤلاء لا يمثلون أهالي طرابلس هؤلاء هم السارقون للسلطة في طرابلس أيضا الثلة الموجودة في مصراتها ومجلس حكماء مصراتها رفض حكومة الصخيرات وأيضا مدينة الزاوية هؤلاء مجموعة من تيار الإسلام السياسي ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب الليبي يعني تتحدث عن كتلة كبيرة من السكان موجودة في هذه المناطق الثلاثة يعني قرابة المليون ونصف صحيح قلت هذا وهم محسبون على التيار الإسلام السياسي لكن هناك أيضا مباركة مثلا من حزب العدالة والبناء وأيضا الحضور مثلا التركي للتوقيع في الصخيرات والقطري يعني أعطى الأمل بأنهم مغيروا رأيهم تجاه ما يحدث هل ترى أن هناك انقسام بين التيار الإسلام السياسي الآن في ليبيا تجاه ما حدث في الصخيرات هناك انقسام نعم على الأرض الجماعة الليبية المقاتلة ليست هي جماعة الإخوان المسلمين في طرابلس وهذا يعني ما أدى إلى مقاطعة عبد الحكيم بالحاج للقياد الأبرز وأيضا هناك عناصر أخرى مثل سامي الساعدي وعبد الروف المناعي تصريحات الشخصين الآخرين كانت ضد الحكومة المقبلة والذراع الأذرع العسكرية الميليشيوية التابعة للقياد الأحكيم بالحاج ترفض شكلا ومضمونا وجود حكومة من هذا النوع لا بل ذهبت أنها سمتها حكومة وصاية ورأينا بيان دار الإفتاء التي تتهم أنها بعدم مشروعية هذا التوقيع للأسف هؤلاء الموجودون في دار الإفتاء تناسوا أنهم في 2011 أنهم من باركوا دخول طائرات حلف الشمال الأطلسي بضرب العاصمة الليبية طرابلس لا بل دكت أطفال وأبرياء في مدينة صليتهم في مانجر يعني هؤلاء يتناسون أو تستسقط من ذاكرتهم ذاكرت الليبيين غير مذكوبة أبدا هؤلاء مجموعة مرتهنة لأجندات خارجية من أجل تخريب ليبيا عليهم أن يستمعوا إلى صوت العقل إن أرادوا ليبيا لا أن يرهنوها لأجندات خارجية من أجل تمزيق ليبيا هؤلاء اعتدنا أن يكون لهم دعم إقليمي أتحدث عن تركيا تحديدا وأيضا قطر برأيك هل انتهى هذا الدعم لهم على الأرض لأنه شهدنا حضور للتوقيع في الصخيرات لوزراء من الدولتين هو الحضور الشكلي الكلمات السياسة دائما مستهلة في الإعلام العكس على الأرض دائما بشكل آخر يعني الأقوال غير الأفعال دائما عهدناهم نحن أصحاب تجربة ليبيين على مدى أربع سنوات يعني هم الآن رأيناهم في المحفل يتكلمون ويدعمون الشعب الليبي ويدعمونهم بالميليشيات بالرصاص وبالذخائر وبالأسلحة وبالأفراد القادمين من عبر مطارات يعني إسطنبول لا تريد التوقف حتى هذه اللحظة دعمها لمطار معتيقة بقدوم عشرات الأشخاص المجندين لأجل تقوية هذه الميليشيات على الأرض في العاصمة هم يريدون أن تتحول العاصمة ترابلس إلى حمام من الدماء لهؤلاء يريدون نزعتهم الداخلية يحلمون بعودة الباب العالي إلى شمال إفريقيا إلى البوابة ترابلس هذا لن يحدث بالمطلق لهم لا يعرفون طبيعة الشعب الليبي في المقابل تحدثنا عن هؤلاء الرافضين سميتهم هنا بالاسم لكن في تصريحات أيضا من الطرف الآخر في البرلمان لا تبدو مقتنعة بما حدث بالسخيرات مثلا هناك تصريح لحاتم العريبي المتحدث باسم حكومة الثاني المؤقتة قال بأنه في حال أقر مجلس النواب الحكومة الجديدة نحن على أتم التسليم بها برأيك هل هذا الشرط وهل يمكن أن يقر المجلس مجلس النواب هذه الحكومة؟ هو طبعا علينا أن نوضح صورة هناك حالة من انقسام كبير جدا اتفاق الصخيرات ليس اتفاق مثالي أبدا هو لا يمثل كل الليبيين هذا بالواقع ينقصه الكثير ينقصه نظام الليبي السابق ينقصه فعليات القبائل ينقصه الكثير من القوى السياسية الغائبة عن المشهد وبالتالي لكنه الممكن أو على الأقل تقديره هو ما يمكن انتاجه لكن المشكلة الأكبر هي أن تبقى الحكومة المقبلة خارج العاصمة لدينا تجروة مثل تجروة الحكومة المؤقتة برأيك عبدالله الثاني موجودة في البيضة سنة كاملة من عمرها لم تستطع دعم أي المؤسسات التابعة لها يعني حتى مصرف المركزي في مدينة البيضة أو وزارة المالية أو المرتبات الناس المواطنين ودعم السلع في وزارة الاقتصاد كلها معاناة كبيرة جدا يعني نحتاج إلى عشرات السنين لترميم هذا ما يجري في الوضع الليبي نحن لا نتكلم بسوء أو متشائمين لكن نحتاج إلى قراءة واقعية يعني البرلمان الآن انقسم على نفسه نحن أمام مشهد غدا سيكون هناك جلسة لمجلس الأمن لدعم الحكومة المقبلة لكن دعمها ماذا؟ نحن الآن الكرة في ملعب المجتمع الدولي المجتمع الدولي راهن على حكومة التوافق وقال سأقدم لها الدعم الآن ما هو نوع الدعم الذي سيقدم؟ وهل سيقدم إلى الميليشيات المسلحة؟ يعني نحن لدينا ملفات مهمة نزعل السلاح من ليبيا حل الميليشيات كيفية محاربة الإرهاب ومن هو الإرهاب في ليبيا؟ إذن الآن مطلوب دعم عسكري ودعم حقيقي على الأرض وليس دعم سياسي طبعا الآن نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا لدينا تمدل للتنظيمات الإرهابية خاصة في صبراتة على مدى ثلاث أيام حتى هذه اللحظة في مدينة صبراتة هناك حالة احتقال كبيرة نتيجة لاغتيال أحد الأشخاص الشباب في مدينة صبراتة من قبل عناصر إرهابية تنظيم بدأ يكشر عن نيابة في غرب ليبيا سرط سابقة نتحدث عن سرط عشرات المرات ولم ينصت لنا أحد سرط أصبحت رهينة منذ أشهر للتنظيم داعش من 2012 في مسرحية سلمت لأنصار الشريع دمت عاني بنغازي تعاني أي طبعا هناك تنظيمات تتحرك بأريحية في ليبيا شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الباصط بن هامل تحدث إلينا من القاهرة يمكنكم دائما مشاهدين الاطلاع على المزيد حول الملف الليبي وطرح أسئلتكم واستفساراتكم دائما على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك والاطلاع كما ذكرنا على الملف على موقع سكاي نيوز عربية على الإنترنت أو على التطبيق الخاص بسكاي نيوز عربية على الآيفاد وآيفون وأندرويد والمشاركة هناك بما يعكس رأيكم في استطلاعات الرأي حول قضايا الساعة كما يمكنكم دائما متابعة الأخبار على سكاي نيوز عربية تتابعونا معنا بعد قليل في الساعة الأولى الجزائر حصار إلكتروني بسبب الجوازات المقروءة آليا ترجمة نانسي قنقر